اشتركوا في القناة تحية خاصة لحضرتك ولمواقفك الله يسألك الله يحفظ ونتمنى أن لا تكترس لمن لهم أبواق وخربوا البلاد يعني هذا يعني أنا كلفت أن أنقل تحيات كل القصر الجمهوري على رأسهم السيد الرئيس الدكتور بشار الإساق الله يحفظ حفظه الله نحن نريد أن نقول لك شيء أستاذ حفيظ أنت علم يعني كبير ومعروف مواقفك الجيدة والقوية الله يحفظك نتمنى أن لا يعني يرجعك أحد عن هذا القوة في الدفاع عن الأوطان العربية التي دمرها هذا ما يسمى الربيع أبدا أبدا سيبتي أبدا هذا ليس الربيع لكن هذا خراب لا هذا خراب البلاد يا أستاذ حفيظ خراب للبلاد خراب للديار ماذا فعلوا فعلوا خربوا البلاد باسم الحريات والديمقراطيات وهذا المدعو وهذا المدعو فيصل القاسم باع وطنه أول من باع وطنه أول شخص وكان سعيده فخور بتهديم بلد وكان سعيده فخور كل مرة يموته ناس كل مرة يتهدن سوريا كل مكان سعيدا ومنتشيا وكأنه وكأنه مش عارسين نعم الحمد لله هؤلاء الأشخاص ينكرون فضل البلاد عليهم درسة وتعلم وترعرع في هذه البلاد والمال المال والشهرة سبحان الله يعني أنت يعني لا ينقصك لا مال ولا شهرة ولكن مواقفك الثابتة أستاذ حفيز هذا يعني يدل على النبت الطيبة ونحن طبعا علاقتنا علاقة السيد الرئيس مع الجزائر علاقة يعني قوية ولا يدمرها أحد ولا يدمر أستاذ أستاذ متى ستكون لك زيارة إلى دمشق والله يسعدني يا مدام والله يسعدني هل إذا سنوجه لك سنوجه لك دعوة رسمية بإذن الله بإسم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الباقي رغم أنوفهم الباقي وسنراه قريبا في في الجزائر نعم نعم سيزور الجزائر مرفوع الرأس مرفوع الرأس ساعتها خلينا نشوف الدكتور فيصل القاسم ما يسمي نفسه دكتور فيصل القاسم ماذا سيفعل ماذا سيكتب هل إذا وجهنا لك إذا وجهنا لك أستاذ حفيز دعوة هل ستكون ملبي لهذه الدعوة ولن تكترس ولن تكترس لما سيكتبه فيصل القاسم والله لا يحل شعر مني يا سيدتي نعم لك كل لك كل الاحترام والتقدير أستاذ حفيز صدقني صدقني أريد أن أقول لك شيء أهم البارحة كنا مجتمعين بالسيد الرئيس الدكتور المتواضع الدكتور بشار الأسد لا يسلم وزوجته الرائعة قالوا كلام عنك أنا أنقوله لك باسم الدكتور بشار أنك علم من أعلام الرياضة الكبير اسمك لامع لا يحفظ والرجل العربي الأصيل الله يحفظ الله يحفظ الأقل منه يتخذ يسلمي لهم كثيرا والله معكم وإن شاء الله نشوف سيد الرئيس اللي زاية إن شاء الله إن شاء الله لا أعرف هناك يقولون أنك كتبت تغريدة أخرى تعتذر منها من الشعب هما هما اعتقدوا أنك أبدا أبدا ليس صحيح أبدا لكن أرديت مكتوبة أرديت وقلت بأنه أنا لا أقصد الشعب السوري الشعب السوري على العين والناس أنا لا أقصد شعب السوري فسروها فسروها أنك أنك اعتذرت من ما يسموا يعني أعداء الوطن يعني هكذا فسرت هو هو في السلاح هو في السلاح وأبواكه هو موجودة تغريدة واللغة العربية السليمة وما فيها شواله هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري وكأنه أنا لازم لما سبيته سبيت الشعب السوري أنا لم أسبي شعب السوري شعب السوري حر شعب السوري حر نعم يعني لازلت على تغريبتك الأولى أنه ما ندمروا البلاد أنت تقصد ما ندمروا البلاد خرجوا ثورات ودمروا البلاد لكي يسقطوا رئيس جمهورية منتخب منتخب بشكل بشكل ديمقراطي طبعا سيدتي طبعا سيدتي أب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري أب يعمل لي مشكل وصلتني ردود من سوريين محترمين هنا وحتى من سوريا يعني حتى موجودين معي زملاء قتلهم أنا ربيت على هذا ما يسمى الدكتور أنا هو اجدخلني في الشعب السوري نهاجموا بذلك الشكل هو اللي خان وطنه هو اللي اتدمر وطنه وفاري حالي تدمير وطنه وحرد لا لا وحرد أيضا يعني وحرد على الدكتور بشار وعلى سوريا سوريا العظيمة اللي كانت لا ينقصها شيء لا ينقصها شيء دمروا البلاد يا دكتور يا أستاذ دمروا البلاد أنا لم أغير موقفي ومستعد لكي أجدده غدا وبعد غدا وبعد غدا أبدا أبدا الشعب السوري الشعب السوري ليس فيه فقط معارضين شعب السوري فيه اللي ذائري فيه معارضين فيه المؤيدين ونحترم كل الناس وهذا هو المجتمع الصحيح يعني اللي فيه 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 حيوية وفيه رأي ورأي آخر وفيه احترام للبلد وفيه وفيه المحافظة عليه حتى ولو اختلفت أنا وانتي لكننا نختلف على وطننا لا نهتم وطننا نعم نعم أبدا هناك هناك العديد في سوريا أوطن شيء آخر أستاذ حفيز هناك العديد من السوريين المقيمين في سوريا يعارضون ويتكلمون ولا أحد يفعل لهم شيء وهذا من حقهم هذا من حقهم سيدتي من حقهم نعم وهذا من حقهم وهم أحرار في ذلك أنا لا شأنني ليبي أنا رديت على السيد الذي انتقدني وانتقد بلدي رديت عليه كشخص صوبت فقط بأنه شعب السوري علينا ورأي سمع عمري ولا تهلكمت على شعب السوري هم اعتبروا التغريدة أستاذ حفيز اعتبروا التغريدة الثانية هي اعتزار من السوار أو ما يسمون المعارضة أبدا سيدتي أبدا سيدتي هذا ما عاهدناك هذا ما عاهدناك فيه يا أستاذ حفيز دراجي الرائع اللي قريبا سنقلل تغريدتي واضحة تغريدتي واضحة ومكتوبة باللغة العربية واللي عنده نوايا صادقة يفهمها كما هي أما اللي عنده نوايا خبيثة فإفهمها كما يريد بس نعم نعم صحيح صحيح لك كل التحية والتقدير وليس سابق مدام ولك سلام خاص أمرت أن أنقله لك من الدكتور بشار الأسد وحرمه اللي ميل عليه كثيرا أقول له لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر هذا أقلش لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر الدولة فقط نعم متى سنرى السيد الرئيس في الجزائر متى تتوقع والله بإذن الله سيحضر بإذن الله أنا مطلعي عنه بإذن الله سيحضر هل هناك هل هناك هل هناك ترتيبات برأيك هذا الأمر من الجزائر هل تستطيع جزائر أن تتحمل هذه النتيجة برأيك طبعا طبعا نعم جزائر سيدتي لا تخاف لو لا تلائم وبعدين وبعدين احنا معرفين بمواقفنا حتى ولو كانت مواقفنا في بعض الأحيان لا تعجب البعض لكن مواقفنا سابسا من قضايا أمتنا وإحنا مع عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية وعودتها رح يخليها أيضا تتعبر عن وجهة نظراتها وتكون جزء من هذه المنظومة العربية مثل ما كانت من زمان وعادي جدا فرض من العائلة يرجع لعائلته نحن نرى الآن الكثير يعود لمصالحة الدولة السورية وليس نظام هو دولة قائمة بحد ذاتها رغم التآمر عليها هو فقط بداية المشكلة كانت بينك وبين ما يسمى فيصل القاسم كانت بسبب فلسطين أعتقد صح؟ نعم الأصل هي قرية الفلسطينية الأصل هو القرية الفلسطينية وبعدين هو نظام المغربي والمخزل كما نصنعهم وتتعرف في متاعبنا ومشاكلنا مع نظام المغربي وشفتي أيضا الحراك اللي صراع بيني وبين نظام المخزل مثل ما يسمى منذ سنة تقريبا في وصائف التواصل الاجتماعي ونكتهاكم كبير علي وعلى بلدي وهو جزء وأنا أعتبره جزء من هذا النظام المغربي الذي ماسك عليها أشياء ربما وصار حتى يتكلم مغربي حتى في تغريداته الآن ينشر تغريدات بلهجة مغربية تقصد فيصل القاسم نعم يكتب تغريدات باللهجة الدرجة باللهجة الدرجة المغربية نعم ولا يفهمها أي سوري ولا يفهمها أي سوري أعتقد منذ قليل كتب تغريدة أنا لم أفهمها ماذا يقصد فيها؟ لم أفهمها ليس تغريدة على الفيسبوك على الفيسبوك كتب لا أعرف ليس عندي هاتف آخر لكي نعنظر إليها ولكن لم أفهمها يعني هل هي باللهجة الجزائرية؟ هي باللهجة المغربية ماذا يقصد فيها؟ ماذا يقصد فيها؟ الله يسمحيني نعود نطلع عليها في تليفون آخر وممكن نقولك ماذا يقصد بها لا أعلم سمحيني باستقيقة لا تفضل أنا معك أنا معك اللي فيها الفز كيقفز ماذا يقول؟ اللي فيها الفز كيقفز هو معناها ما معناها؟ ما معناها؟ معناها اللي فيه في نفسه شك هو اللي يربي أنا لم أفهمها أنا لم أفهمها وكلفت أن أسأل حضرتك ما معناها؟ يعني هذه الهجة المغربية هذه الهجة المغربية آه يعني يعني هو الآن يرد بلسان المغاربة كون أن فيها مشاكل بين المغرب والجزائر طبعا والآن المغاربة دعمينه كلهم ضدي طبعا فيه سب وشتم كبير جدا من طرف المغاربة كلهم يدعموها طبعا لأنه حسب رأيهم قد تنظرني أو حجمني أو حطني في موقع محرج لكن أنا لا يحللني هذا الأمر تمامه صدقيني بأنه حتى تغريد تبتاني أبدا لم تكن اعتدال لأنه لما تكتب اعتدال اعتدال واضح لا هم تفاعلوا معها على أساس أنك تراجعت عن كلامك وأنك تعتذر من ما يسموا نفسهم المعارضة أو الثوار اللي هم ضد النظام أو ضد الدولة أعلم ذلك لذلك أنا أمرت وكلفت من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في أن تحدث معك وأشكرك بشكل مباشر بلسان الدكتور بشار وقال لي حرفيا أنت العربي الأصيل سيصل حتما وسأبلغ تحياتك وسلامك واستعدادك في الأيام القادمة لطلب دعوتك بشكل رسمي إلى سوريا ونحن لا نخاف من أحد أبداً أبداً سيدتي أبداً الله يحفظك الله يحفظك ويومك جميع إن شاء الله شكراً جزيلاً على التوافق أشكرك جزيل الشكر أشكرك أستاذ حفيز دراجي أشكرك جزيل الشكر دعني أقول لك شيء هام أيضاً أستاذ حفيز أنت علم ولا يهمك نباح الكلاب لا يهمك نباح الكلاب دعني أقول لك شيء أيضاً هام جداً أستاذ حفيز دراجي أستاذ حفيز دراجي للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الدكتوريين أنا ميسون بير أدار وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب يعني فعلاً خسارة كبيرة أنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة ديكتاتورية قاتلة مجرمة وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار بس هذا الشيء اللي حبيت وصل لك ياه أنه سهل جداً أنه الواحد يضحك عليكم كتير سهل لأنه أنتو من برة هلا هلا ومن قوة يعلم الله تعرفوا المثل هاد يا أستاذ حفيز سكر سكر أستاذ حفيز دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض جوا كان معكم حفيز دراجي وميسون بير أقدار وعاشت سوريا هر وهو يسقط كل مؤيد لبشار ترجمة نانسي قنقر